كان عندنا في الأول مواقع إلكترونية ولازم نفرق ما بين الموقع الإلكتروني والأبليكيشن أو البرنامج اللي موجود على الموبايل الموقع الإلكتروني بيعرفك بعض الخدمات وتقدر تقدم فيه على بعض الخدمات لكن بيكون صعب إنك تفتح من وسيلة التواصل اللي هي الموبايل إنك تفتح الويب سايت فأصبح فيه برامج دلوقتي لمجموعة جهات حكمية كبيرة جدا وإن شاء الله على النص الأول من 2022 حيكون تم تعميم التجربة بإن يكون فيه أبليكيشن لو حضرتك عاوز تقدم شكوى في جهاز مثلا زي حماية المستهلك وده موجود ومتاح حاليا إنك تقدر تقدم الشكوى بتاعتك أونلاين بتقدمها وبتابع حالة الشكوى وحالة الطلب وهيبقى فيه لجهات دينية وهيبقى فيه لجهات حكومية هتبقى كل حاجة تقدر تقدم عليها أو تستلمها بقدر المستطاع من الأبليكيشن وكمان الأبليكيشن بعد كده هتحدد لك مكان المكنة اللي لو فيه حاجة ورقية هتستلمها بتقدر تحجز وبتقدم وبتخلص ورقك كله وتقدر بعد كده عن طريق المكنة إنك تستلم الورق اللي حضرتك قدمت عليه فهنا مش هيكون فيه تعامل بين البشر مشكل كبير ودي برضو من الفوائد اللي حنشوفها للتكنولوجيا فيها سيد محمد أن الحتة دي يعني العنوان ده بالذات يهمني جدا 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 يعني أهل أنا ممكن بعد كده من خلال الموبايل يعني ممكن أعمل إيه يعني إيه الحاجات اللي أنا كنت بروحها أركب الأوتوبيس وأركب المترو وأروحها في صواد الموظف اللي ما بيشبعش شاي ده كل يوم عايز يشب شاي دي نقطة مهمة للفساد وده الاتجاه الفعلي والأبليكيشن يعني إيه الحاجات اللي أنا ممكن أخلص ندي مثل بسيط جدا لو أنا دلوقتي عايز أطلع شهادة ميلاد أو ورقة رسمية قادر أستلامها في إيدي أو رخصة أو ما إلى ذلك لو ما فيش حاجة تتطلب حضور الشخص بنفسه زي شهادات الوفاة أو زي الحاجات الخاصة بفحص سيارة أنت بس حالك مجرد مستخرج أو ورقة كنت بتضطر بقبل كده أن أنت تنزل تروح لحد المكان وتقابل الشخص ويحصل الفساد اللي بنقول عليه لا هنا حضرتك هتخش هتقدم على الورقة أونلاين وهتقدم على الشاهدة اللي حضرتك عاوزها وفي النهاية بيحدد لك مكان بيبقى المكان الموجود مكان كبير بتاخد حضرتك رقم OTB أو رقم بتاعك بتروح تسدد الفلوس في المكانة القيمة المطلوبة اللي لو ما كنتش تسددتها أونلاين وبتستلم الورقة بتاعتك بشكل سهل جدا من المكانة وحيبقى هنا ما تعملتش مع حد ما شربتش حد شيء والموضوع كان أسهل وأسرع في الوقت ترجمة نانسي قنقر